توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 361 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 81 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 42 طن مواد غذائية أما في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 9 أطنان سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 425 قضية مبينها 105 قضايا خبز ناقص للوزن و128 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 79 طن أقمح محلية اشتركوا في القناة